الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين الذين كفروا وقدوا عنهم سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا الرقاب حتى إذا أتقنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما كداء حتى تضع الحرب أزارها ذلك ولو يشاء الله لن تطر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين ارسلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعتلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريةك التي أخرجتك أهلك نار فلا ناطر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن دين لهم سوء عملي واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قمر لذة للشارمين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمارات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسؤوا ماء حميما وسؤوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومن من يستمع إليك حتى إذا خاجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واستبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآساهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء شراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرحي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عزيتم إن توليتم أن تفتدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبائهم من بعد ما تبين لهم لودا الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين فرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم مصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانه فأحبطا أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتستقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله